موسيقى هاي لكازا دي بابيل مسلسل إسباني حصلت نتفليكس على حقوق عرضه وحقق شهر عالمي بسبب السيناريو القوي والشخصيات يلي بضمها من فترة قصيرة صار جزء الثالث متاح على المنصة أليكس بينا هو مخترع السلسلية اللي بتحكي عن مجموعة من اللصوص المحترفين بعالم السرقة بيجمعهم شخص واحد هو البروفيسور لتنفيه السرقة مالية سلمية يعني من دون قتل أو ضحايا تم تصوير المسلسل بالمجلس الوطني للبحوث بإسبانيا يلي بيشبه دار السك الملكية حقق المسلسل ناجحات كبيرة وكان أكثر مسلسل بلغة أجنبية مشاهدة على نتفليكس سنة 2018 ربح الأمي كأفضل مسلسل درامي للعام مين قال أنه بأول شهر قبل حالي أعلنت نتفليكس أنه أكثر من 34 مليون شخص حضروا جزء الثالث؟ أنا أعلم شكرا بكرا